إذن في برضو يعني ورق حلولة اللي عم بدوروا على شغل بالناس اللي عم تدرس بتشوف نتيجة دراستها عم بشوفك يعني وأكنك عم تاخد فترة راحة بس أنا عم بحكي لك مش وقتها لكن بقولك ما يعني أنت تارك هيا تارك الدراسة ورايح ترتاح فعم بقولك لا خفف من هاي الطاقة وارجع لعقلك وارجع أدرس مش وقت الراحة بدك تعتمد أكتر على جهوداتك في الدراسة وعم بشوفك يعني مبسوط من هاي الناحية من ناحية الدراسة وكأنك عم تدخل يعني مجال أو دخلت مجال أنت بتحبه أو عن رغبة أو بتسعى لتخصص معين لشغلة معينة وعم توصلها في النهاية لك عم بشوفك مشاكل بعدين وأكنه فيه معارضات على السفر بعدين عم بشوفك لا بتحتفل وعم بيكون فيه خطوة اللي هي ناحية فيعني عم بشوفك تيه فرصة منيحة وحلوة لبرج الدلو بالنسبة لا السفر بس كمان على الأكتر يعني تغيير مسكن مش تغيير شغل لا الشغل بتهيئ اللي ثابت لكن تغيير ممكن مسكن أو تغيير فيه فيه مسافة ممكن تقطعها بهاي الفترة أو رح تسافر حتى ممكن لمنطقة في داخل دولتك للإحتفال بموضوع معين بس بشوفك عم تتعب لحتى توصل لمرحلة السفر وأكنه فيه مراحل كتير أنت مرت فيها وعم تمر فيها لكن عم بشوف على خير إن شاء الله وعم بيكون فيه سفر خلينا نشوف القراءة العاطفية إذن القراءة العاطفية أول إشي رح نبلش بالعزاب اللي إحنا دايما بنهملهم يعني أكتر إشي بنركز على المنفصلين فخلينا نشوف للعزاب هل فيه فرصة جديدة ولا لا أو فيه شخص قديم ممكن يظهر أو على حسب نشوف كيف إذن بالنسبة للعزاب لبرج الدلو أول كرت حلو ثاني كرت حلو بالطاقة الماضية كنت شاعر بوهم اللي هو وهم السعادة كنت عم تشهر إنك سعيد بس فيما بعد اتضح لك إنه هاي مش سعادة حقيقية ومش هاد الحب الحقيقي اللي ممكن إنه اتكمل فيه لكن في البداية كنت كتير مخدوع وعايش في عالم اتضح لك فيما بعد إنه لا هذا العالم وهمي وأنا يعني مشيت علي ومشي علي المقلب وكذا يعني بفان جرحت كتير في هاي الفترة الماضية عم بشوفك بتكون سعيد فيه خبريات حلوة فيه شغلات كتير حلوة عم تسمعها وأكن ممكن يكون فيه شخص ممكن من طرف صديق ممكن صديق مثلا يكون هو الواسطة بينك وبين هذا الشخص لإنه ما عنده هاي القدرة أو الجرأة إنه يبلش في العلاقة أو يعني يحدد حتى نوع العلاقة مش عارف شو بدي يحكي لك بس هو بدي إياك يعني مبين إنه كتير عاجب وكتير حابب إنه ياخد خطوة لكن هذا الصديق عم بيساعده إذن للعزاب فيه احتمالية كبيرة من صفات هذا الشخص ممكن تكون الأبراج مائية هوائية أكتر إيش يعني طاغي على الوراء ناري ممكن يكون هذا الشخص من برج ناري عم بيكون اللي هو مش متهور عم بيكون بياخد قرارات كتير في حياته وبيندم على بعض القرارات فما عم يكون حكيم بما فيه الكفاية لحتى ياخد قرارات كبيرة أو ما عنده هداك النضوج أو مش كبير بالسن ممكن تكون هاي من صفاته شخص مش طويل ولا أصير يعني مظهره كتير حلو لا نبين فيه شخص بالطريق وممكن يكون فيه شهر تموز خلينا نتأكد بس هو شخص إلو مكانة يعني في المجتمع في إلو مكانة منيحة حلوة في عنده كل الأدوات لحتى يكفي حياته ويبلش يفتح بيت وكذا فهو بس حيبلش من الصفر معاك يعني ما حيجي يقولك إنه خلص نتزوج لا حيبلش معاك من الصفر يتعرف عليك فمش عارفة أنا شايفي هذا الشخص إنه مناسب وحلو لبرج الدلو إذا ممكن يكون برج ناري أو مائي هذا الشخص خلينا نشوف للمتزوجين من برج الدلو لبرج الدلو للمتزوجين عم بتكون المرأة من برج الدلو عم تتهتم زيادة عن اللازم في الأولاد وفي البيت على حساب الزوج النساء فهذا الشي عم يزعل الطرف الثاني منها وعم بيحاول إنه يوصل لها معلومة إنه خففي شوي اهتمي فيه شوي بس هي كتير عم هذا الشي ليش عم بيصير لأنه بيين عندي إنه إيش هي تهتم بتفاصيل التفاصيل اللي هو بدها تتقن كل شي بدها كل شي مثالي مليون في المية الأولاد بدها تكون بدها يكونوا دراستهم كتير واو يعني بدها كل شي مثالي فهذا الإشي كتير بياخد وقت منها على حساب إنه تهتم في حالها وفي الطرف الآخر طبعا هاي كانت الطاقة الأديمة عم بشوفه بيلمح الزوج وأكنه في وأكنه إنه حاب إنه يكون فيه تغيير بهاي العلاقة وتجديد فيه أشخاص عم ينفسوا عليكم حياتكم ممكن حياتكم الزوجية لكن الزوج عم بيكون كتير قوية شخصيته وما عم يحب يكون فيه ناس تتدخل فعم بيكون كتير صارم في الموضوع فيه حمل ممكن يكون فيه احتمالية حمل لكن مش كتير كبيرة 60% للناس المتزوجين اللي عم ينتظروا حمل فيه حمل بس شهر تموز 60% بعد شهر تموز ممكن تعلى هاي النسبة لأنه فيه طفل فيه رضيع يعني في القراءة لكن هو مش جنين يعني هو رضيع فممكن يكون فيه بعد شهر تموز بالنسبة للمرتبطين المش متزوجين واللي مش تاركين مش منتصلين اللي هما مع بعض وعلى حب وعلى علاقة متواصلين فخلينا هنشوف ايش نوايا الحبيب نوايا الشريك نوايا الشريك لبرج نوايا الشريك يعني فيه ضبابية بهذا الكرت شوي ضبابية يعني وكأنه مش واضحة عنده الأمور لسه ما تضحة هو ضايع بين قرارين أو انت ممكن تكون العلاقة القراءة عكسية ففيه عم بختار شخص من تنين فيه امكانية تكون علاقة ثلاثية يكون موجود لكن ضعيفة وكأنه ما إلها أهمية عم بشوفك يعني وكأنه انت منتصر على اما طرف ثالث او على مجموعة من الناس عم بتوقف بينكم وبين بعض هل فيه زواج مثلا ممكن يكون زواج فيه احتمالية ان يكون فيه زواج لكن مش فيه تموز لكن حد تحسي حالك او حد تحسي حالك في هاي الفترة كتير مرتاح نفسيا من ناحية الشريك هو عم يطاومنك في تصرفاته عم يعمل لك شغلات حلوة كتير خلال هاي الفترة عم بيغار عليك بشكل كبير انت عم بتكون مبسوط في هذا الموضوع هذا الشخص كمان يعني رح ياخد القرار وهو عم يدرس الموضوع باكتر من طريقة فهو بطيء في اتخاذ القرارات لكن انا شايفه بوادر خير يعني اللي حديث الان شغلات حلوة عم تطلع بيين عندي انه معجب فيك من ناحية او فيك من ناحية الشخصية اكتر شخصيتك عم تعجبه او عم يحس انك انت عم تكمليله شخصيته عم بتكونوا متكاملين هو هيك عم بحس اكتر شي بالنسبة اذا للمرتبطين خلينا نشوف المنفاصلين ان شاء الله تكون كمان قراءة حلوة للمفاصلين اللي تعبانين لهم فترة اذا للمنفاصلين او المطلقين في اللي هو شكرا للمشاهدة